حقولكم على مقادير السابليه زبدة فول السوداني حقولكم عليها الأول وبعدين نبتدي إحنا معنا نص كباية زبدة طرية يعني 100 جرام ومعنا 3-4 كباية سكر ناعم يعني 150 جرام ومعنا نص كباية زبدة فول سوداني يعني 120 جرام بيضة واحدة لدرجة حرارة الغرفة رشة ملح وبانيليا ومعلاقة كبير عسل اسود وكبايتين زقيق يعني 250 جرام ونص معلاقة صغيرة بيكينج سودا بس كده طعمها حلو جدا جدا لازم تبيت جربينها برضو حرمي انت جربت سابليه إيه؟ أنا عملت السابليه اللي كانت سيدة بس عملت مربة في النص وهو هاتت الطبقة التانية فوقيها فكانت على شكل وردة وبعدين مربة وبعدين احط الوردة المفرغة فبانت المربة اللي في النص ايوه حلوة جدا وبعد كده بقى بالسكر رشتها العيلة كلها مبسطت بيها ايوه فاكرة بعتني صور ايوه مبسطت قوي ايوه كانت حال اش هقولكو بقى اختي ايه يا زغيرة ولا الكبيرة؟ ايه تقوله؟ خليكو انت تقوليه كده اقول في اخر الحلقة ما نشوف لا اقوليه يا اخي احنا زي بعض وخلا زي بعض احنا زي بعض احنا زي بعض احنا زي بعض طيب احنا اول حاجة هنفططها الزبدة وحطنتي بقى يولا بينا نحط الزبدة الطرية مش سيلة عشان ايه لو سيلة هتلاقوها فتتتت منكو ومش تبقى حلوة اوكي ايوه وبعدين نحط السكر ومش تبقى حلوة وبعدين هنروح ايه؟ عجنينو ننزل بقى هنا كده ومش غاليا نضربها بقى تبقى كريمي احنا زيقولك طعام نصب ليه بجدك وحطة اه اه طوضيعة انا بحيب بيدا اه 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 للا اصدك الطريقة دي اه طريقة جديدة غير اللي انا عملتها طبعا اه انا قلتها من غير من الفرصة خلاص هننزل بعد كده بقى ويا شغالة البانيليا وزبدة فول السوداني هننزلها برضو ممكن اوطس بس اضع رفي ولا بتحكولك احسن كله بقى البيضة كله بقى البيضة كله بس هي اهم حاجة بس نتبزقش بطرف والعسل ننزلها بقى احسن بسكاتشورو 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 ما انا عايز نبزيه هتمزق سكاتشورو نعمل كده اوه نعملها بالسكاتشورو بالسكاتشورو انتي عارفة انا العجان بشتغل به هنا ليه؟ علشان الزبدة كتير قوي بل ايها ساقعة مني فلو عملتها في بول على طول تعمل مني لكن في البيت الوصفة سهل جدا تعملوها انا بعملها من غير عجانة اه في بولة يعني مش محتاجة خالص اي جهز نحط بقى على طول الدقيق عليه البيكين سودا واهم حاجة بقى رشة الملح بس كده ايه الوصف خلصت بس هنعجن كله مع بعض هي بسيطة خالص وسهلة جدا ايه مقدم يبقى البرنامج يروبنا شكلك كده اه وغير كده كمان انا حاسة كده في موهو موهو بابا جموتة حقيقا وبخلي الاطفال كمان يشتغلوا معي اه لبنا مدرسة وردوا على فكرة اه فبحب خليهم يشتغلوا باديهم لان الحاجات دي بتبقى بتعملوهم فان قوي اه واسباشلي لما بيمساكوا الحاجة باديهم عارفة بيبقوا بيطقنوها قوي عارفة اكتر مني يعني مثلا ممكن انا بكون بيكي شوية ببقى عايزة هم يعملوا حاجة معينة لا هم مركزين اكتر وعايزين يطلعوها مظبوطة اكتر عارفة وبتعملوهم فان فبيبقوا انا بادي من سنة اولى ابتدائي الاخد اه ت ок Amath انا باديهم بالالماني انا طب بين cono اكتر 101 ببس هي اختي عارفة اجني انا اصلا مدرسة الماني وهم بنعمل اكتيفتي في النص كده لو حاجة لي علاقة بالمطبخ لأن أنا بدي زي مثلا الوبست والجميزة اللي هي الفضار والفكهة والحاجات دي فأعايزهم يعملوها بأيديهم وهيتعلمون أكثر لما يمسكوا الحاجة بأيديهم ويعملوها بالزبط ما ده اللي بقوله دايما بالزبط لازم حاجة تكون عملية هجيب جوانتي بس كميل فأعايز أقولك أن أكثر حاجة فعلا بتبقى يعني ثبتة في دماغهم لما هم بيعملوها بالزبط فأنا بحيول على لد ما بقدر أن كل حاجة من الشرط السبجكت ده أو التيمة ده لأها حاجات تانية كتير عارفة بس فكانت عندي خبرة يعني مع الأولاد في النقطة دي كانت جميلة جدا يا ربنا بجد أنت يعني عندك إحساس بالولاد واللي هما بيعملوه بالزبط 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 نفس الإحساس اللي أنا كتسبت برضو في السنين اللي فاتت لأنه برضو بالزبط أم بدتي تلات حصص في الإسبوع أه لكل آآ سن يعني لو أولى بتدائي تلات حصص تانية بتدائي تلات حصص برضو كده أم علشان اللغة تثبت في دماغهم لأن لو أقل هيبقى بعيد قوي عن بعض لو كل إسبوع حصتين هتبقى بعيد أم هيا اللغة المانية هي اللغة الأولى اللي في المدرسة؟ لا هي اللغة التانية لكن انا برضو السنة دي بدي انجليش بدي year three انا هوم روم تيتشر year three فبدي انجليش تسع حصص طب حلو جدا وصاينز طب حسب الالماني احلى ولا انت طبعا اتولدت في المانيا يعني اتولدت في المانيا وتولدت في مصر اهلي اخدوني وانا لسه صغيرة بس كنت اتولدت في مصر في الكاهرة واخدوني على المانيا ولوبنا بقت ولدت في المانيا وبعدين رجعنا بقى بعدها بعشر سنين انا بس هقطعت ورق زبدة بس اش نبقى عارفين علشان هفرد بينهم بيبقى سهل كتير او ما بين كسين نايلون والافضل برضو تستنوا على العجينة شوية صغيرين عشان هي بتبقى طرية شوية هي كلها عبارة عن برضو زبدة فول سوداني وزبدة فايه ممكن تبقى طرية عليكم شوية فتستنوا عليها تلاقوها مسكت نفسها على طول لو الدنيا حر يبقى ايه هنحطها في التلاجة مفيش حاجة وقت بسيط جدا جدا كميل يا لوم تمام فأنا بدي زي ما قلت لك انجليش السنادي اه مع الجيرمن انا بحب الديش طبعا جدا الالماني جدا بس بالنسبي لي كان الانجليش برضو تشالنز ان انا يعني عايزة كنت اعمل حاجة مختلفة مختلفة مش مش دايما ببقى عايزة اعمل نفس الحاجة هي هي انا زي بعض غالبا في الموضع ضعيمة برضو تغيير جدا طب وليلي بقى سؤال مهم جدا اتي برضو كنت شغالة بلكده زييف مكتب و لما بتغيير درسي كان احساسك ايه بقى هل التدريس اسهل ولا الواحد يشتغل في مكتب ودامه اللابتوب وكده اسهل بس هي كل حاجة لها عيوبها وميزتها اه اه سلام على رأس ديبلوميس يا سلام اه اه انه اه كمين اه علا قدم المكتب لمووي زيتو اه انه ان المكتب ده بيبقى اه راحة جدا وهيدي وهيدي وبتلبسي شيء قوي وانتي رايحة اه 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 كمين اه 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 عامل مهتمبة لان مع الولادة عادة بيبقى بهدلة بقى عندنا في الدويتش بعمل يعني بعمل حاجات اكتيفتيز كتيرة جدا على الكوربت فبتحتاج مني ان انا اقعد على الارض وبهدل نفسي غير الكلورينج انا بستعمل تلوين طول الوقت مع الولاد في اكتيفتيز مختلفة فبحتاج ان انا متبهدلة يعني لان ده طبيعة شغلنا كمدرسين بس ايه اللي بتحبي بقى اكتر دي ليها حاجة ودي ليها حاجة يعني لو رجع بك الوقت هتختاري دي ولا دي لا هفضل مدرس هتفضلي مدرس انتي واضح ان الطلبوا عندك الوزاز وجميل وهم الطلبوا عندي طبعا الوزاز وجميل طلعين عيني لا والله بص يا سالي لا في كل حتة في كده وفي كده في اطفال مريحة وفي اطفال متعبة طبعا كل فصل لايما بيتميز بطفلين تلاتة كده يجننوا الدنيا يجننوا الا ما بيتجننش بالظبط بس لا بعرف اتعامل معيهم طب كويس جدا وبسبب ان انا بخليهم يحبوا يعني لما بيحبوا المدرسة ده قطعناه هندخله شايفين حلو ازاي هندخله بس الفرن على 180 درجة لمدة 12 دقيقة تقريبا بس كده هنكون خلصنا ده بقى نعيزة دوقولك على فكرة بس دوقولك بعد الحلقة علشان لو دوقتولك دلوقتي هتفضلي ايه مش عارب تعرف تتكلمي من الفبوك ايه موسيقى 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 موسيقى